موسيقى يوم من الأيام وفي مرة من المرات وفي رحظة من اللحظات كان فيه قرية والعمد ده بتاعها كان ظالم وغاضب على كل بيت في القرية والناس كلها كرهته ومش حباء لغاية لما أهل القرية تجمعوا وقرروا يزيلوا الظلم عنهم ويحسسوا انه بشر منهم اتجمعوا وعزلوا وجابوا واحد منهم مكانه يكون سند ليهم ويرفع الظلم عنهم خلصت الحكاية يلا لايك وشير زر الاشتراك على اليمين نضغط عليه درسنا النهاردة انواع خبر النعت نبدأ كده اول حاجة نعرف ايه هي انواع خبر النعت الدرس ده مرتبط بدرس انت خدته السنة اللي فاتت اسمه انواع الخبر انواع خبر النعت هو زيه بالظبط على اختلاف بسيط عن انواع الخبر طب يعني ايه نعت ويعني ايه انواع خبر النعت وكل ده هنعرفه المعارضة مع بعض النعت عندنا فيه تلت انواع لاما يكون خبر النعت لاما انواع خبر النعت لاما يكون مفرد لاما يكون جملة لاما يكون شب جملة طب مفرد يعني ايه قال لك مفرد يعني كلمة واحدة كل ده هشرحولك دلوقتي في التفصيل طب جملة يعني ايه قال لك يعني لاما تكون جملة اسمية او جملة فعلية طب شفه جملة يعني ايه قال لك لاما يكون جر ومجرور لاما يكون زرف كل ان انت بتقوله ده يا مستر ده مجرد كلام بالنسباني انا مش فاهم اي حاجة واحدة واحدة كلا هبدأ اشرح لك كل جزء من ده عبارة عن ايه اولا في قاعدة كلا هتبقى موجودة معنا طول الدرسة ده واحنا بنشرح ان الجمل واشباه الجمل بعد الناكرات صفات هتشوفها كتير في كل الباور بوينت بتاعنا ان احنا شغالين عليه وكل الفيديو اللي احنا شغالين عليه لما نيجي نبدأ الاول ازاي السؤال بيجي في الامتحان كيف يأتي السؤال في الامتحان زي ما احنا اتعودنا اول حاجة هو اما هيجيب لك السؤال عايم خالص بيقول لك استخرج ناعة وبين نوعه وغالبا بيقول كده بس انا عشان هشرح كل واحد لوحده فاهدي لكل واحد سؤاله يعني ممكن ايجي يقول لك استخرج ناعة مفردا وبين علامة اعراضه ايه هو النعت المفرد ويعني ايه نعت معناها صفر يعني لما اقول مثلا ايه تلميز متسم تلميز جميل انا وصفت التلميز ده انه هو تلميز ايه جميل طب النعت المفرد ده بلعا ايه انك بيكون كلمة واحدة تمام ولازم نكون عارفين ان النعت ده اسمه تابع يعني ايه تابع يعني ملوش شخصية يعني ملوش علامة اعراضه معينة خاصة بيه يعني هو مزي الفاعل مرفوع على طول مزي المفعول به بيكون منصوب على طول مزي المبتدأ والخبر بيكون مرفوعين على طول لا قالك النعت ده تابع يعني بيشوف اعراضه اللي قبليه وبيكون زيه وقالك النعت ده لازم يدبع المنعوت او لازم يصف المنعوت اللي قبله بيصف المنعوت اللي بيجي قبليه تمام اه طب النعت المفرد ده عرفه ازاي قالك منطهر بساطة النعت المفرد ده بيكون من حاجتين اسم ناكلة زي اسم ناكلة بيدينا نعب او اسم معرفة زي اسم معرفة بيدينا نعب طب امثلة عشان لما قد قالُ برأيته لعبين رائعين عز وجل دماذ Zen رؤيته। لائبيين ورائعين كلمة لائبين ما الاك lunar شرح مزيد شرح��نا هلجمjen bla' خلال اللاعبين منصوبة ورائعين منصوبة so are they are like with each other فانا اتفقنا ناكرة ذا إياه ناكرة بسرط ان الكلمة التانية تصف الاولى يعني ما صفت اللاعبين هتلقينا صفت اللاعبين ان هم رائعين فرائعين ده بنسميه ناعت مصرد ناكرة ذا ادور على ناكرة ذا ناكرة او معرفة ذا ادعاء معرفة بسرط ان الناكرة التانية او المعرفة التانية تكون تصف اللاعب له طب لما اجاب كلمة رائعين دي هاعربها ازاي قال لك الموضوع سهل جدا وبسيط. عشان تعرف النعت لازم تعرف اللي قبله. وهو النعت تابع بيدبع ما قبل في الاعراض. طب كلمة اللاعبين دي تعرض ايه? قال لك رأى فعلي ماضي بتاعتها الفاعل. رأيته لاعبين. اه تمام ده مفعوض به منصوب وعنامة نص به دياء. طب رائعين اللي هي الكلمة اللي جاية وراها ده نعت وصفت به كلمة اللاعبين. طب نعت ما لقال لك هنشوف اعراب اللي قبلي. طب اللاعبين. طب اللاعب قبلي منصوب. قال له انا زيق منصوب. طب انا مرفوع. انا مرفوع زيق. طب يا عم انا مجرور. انا مجرور زيق على طب. ما ليش رأيي انا. هو النعت كده. بيشوف قبلي ايه? ويكون اخد نفس العلامة الاعراض من غير ما يفكر. يبقى هنا نعت منصوب وعلامة نصب دياء. ليه منصوب? قال لك عشان اللي قبليه منصوب. طب. مثال تاني لما اجا اقول لك هذا عامل مجد في عمله. من يجبن النعت هنا? طبق القاعدة بتاعتنا نكره زيق نكره او معرفة زيق المعرفة. لو بسيت على كلمة عامل هتلاقى نكرة. ومجد هتلاقى نكرة. وفي نفس الوقت وصفت العامل او ما صفة العامل مجد مجتهد في عمله. يبقى مجد دي مدام نكرة ونكرة يبقى مجد دي تعرض ايه? تعرض نعت. طب. نيجي للجزء التاني نعتماله. هل نعت مرفوع ولا منصوب ولا مجرور? قال لك ده نعت مرفوع. ليه يا مستر بص على اعراب اللي قبله? هذا عامل. اللي عامل هنا خبر مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى مجد هنا على طول نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة الظهرة. ليه ظهر عشان ظهرت معي في النطب. طب. مثال تالت اشتريته كتابين مفيدين. نبص على القاعدة نكرة زيق نكرة او معرفة زيق معرفة. كتابين نكرة مفيدين نكرة. وصفت الكتابين ان هم ايه? مفيدين زي بعض بالزبط. كتابين مفعول دي منصوب بالياء مفيدين منصوبة زيها. نفس الشكل في كل حاجة. وصفت الكتابين انهم مفيدين. يبقى مفيدين هنا نعت لما تجي طبق قاعدة نكرة دا يا ناكرة او معرفة دا يا معرفة. يبقى مفيدين نعت منصوب علي قبلها منصوبة كان لقبلها وعلامة نصبه تمام? لانه ايه لينك علىじゃない. لانه rejoice. ازاي من مفيدين نعت سهلة جدا نكرة داد نكرة او معرفة زيق معرفة. وقلنا نكرة يعني اسم مفيش اولها عليه فولام معرفة يعني اسم اوله الافلام او اخر ضمير عشان الناس اللي مش عارفة يعني ايه نكرة ويعني ايه معرفة نكرة يعني اسم ايش يقول الافلام معرفة يعني اسم الامة يكون اقول الافلام او اخر ضمير ده باختصار شديد جدا. لما جي المثال رقم اربعة اصبح الطالب المتفوق الاول على الفصل. اصبح الطالب المتفوق تماما. هندور على القاعدة نكرة زائد نكرة ومعرفة زائد معرفة. لو بسيت هتلاقي كلمة الطالب معرفة المتفوق معرفة. ما صفة الطالب متفوق يبقى وصفة الطالب ان هو متفوق يبقى المتفوق دي نعت. طب نعتماله. بص على اعراب اللي قبليه. اصبح الطالبه. الطالب هنا قبلها اصبح من اخوات كان. يبقى الطالب اسم اصبح مرفوع وعلامة رفع الضمه. يبقى المتفوق خبر اصبح. اه. انا اقول لنا اقولت ده رفع. لا يا مستر ده نعت انا فايق معاك وانا مركز. المتفوق هنا نعت. ليه نعت? عشان الطالب معرفة والمتفوق ايه? معرفة. يبقى المتفوق نعت مرفوع وعلامة رفع الضمه. ليه مرفوع بالضمه? عشان اللي قبليه مرفوع. تمام? يبقى نعت مرفوع وعلامة رفعه. الضمه الظهر. ده اسمه النعت المفرد. هنقش على تاني نوع من انواع النعت وهو النعت الشبه جملة. طب كيف يأتي السؤال في الامتحان لما يقول لك استخرج نعت وابين نوع او يجي يقول لك استخرج نعتا شبه جملة وبين علامة اعراضي. طب ايه هو النعت الشبه جملة? قال لك النعت الشبه جملة ده حاجة مين للاتنينة. لاما يكون جر ومجرول لاما يكون زرف. زي درس انواع الخبر بالزرف. تمام? ركز معاف ده عشان درس ده مهم جدا يبقى لاما يكون جر ومجرول لاما يكون ايه? زرف. طب تعالى نمسك الاول القاعدة اللي انا قلتلكوا علي انها تفضل موجودة معنا. الجمل واشباه الجمل بعد الناكرات صفات. يعني ايه الجمل? الجمل زي الجملة اسمية او الجملة الفعلية. شبه الجملة اللي هو جر ومجرول او زرف بعد الناكرات صفات. يعني يبص على المثال ده ودفع. قرأته كتابا من كتب الخيال. لما يجي يقول لك ويطلب منك في الامتحان طلع ناعت شبه جملة او ناعت جملة. كل اللي هتعمله هتضوع على كن مناكرة. وغالبا بتلاقيه منصور. غالبا يعني. لما اجي قل لك قرأته كتابا من كتب الخيال. كتابا هنا كن مناكرة. بص على الوراه. من كتب. من كتب هنا جر ومجرور. من كتب الخيال. طب عشان نتأكد. ما صفة الكتاب من كتب الخيال. وصفت ان هو كتاب من كتب الخيال. يبقى كتابا هنا. الكلمة دي اللي وراها على طول بيكون ايه شبه جملة نعم. لما انت قلت لي يا مسا لسه ان الجمل واجباه الجمل بعد النكرة صفة. وكتابا هنا كلمة نكرة. من كتب الخيال دي جملة دي شبه جملة بيكون من جر ومجرور. يعني من كتب الخيال لما نيجي نبص عشروت. هنلاقي ان قابليه نكرة. الشرط التاني بعد النكرة فيه جر ومجرور. تمام? آآ بشرط ان حرف الجر مينفعش يبقى مطابق بضمير. مينفعش اقول قراءته كتابا منه. دي غلط طبعا. لازم تكون كلمة ظاهرة زي ما انت شايد. فمن كتاب كلا على بعضها شبه جملة في محل نص بنعت. ليه في محل نص بنعت? عشان الكلمة اللي قابليها منصوبة. كتابا منصوبة. مثال تاني عشان يتأكد من الكلام بتاعك. سلمت على صديق في الشارع المدرسة. لما نيجي بص نطبق القاعد احنا هندور احنا قولنا الجمل واجمع الجمل بعد النكرة صفاء. يبقى ده هو هدور على اسم نكرة. حبا ما نيجي ببص على المسال كده وتدور على اسم نكرة هتلاقي كلمة صديق. تمام? بص وراه هتلاقي فيه جر ومجرور. يبقى اول حاجة بتدور عينك بتروح على كلمة نكرة. وبعد كده بتبص وراه بتشوف فيه جر ومجرور ولا لا. آآ فيه هنا جر فيه حرف جر وفيه شارع. تمام? طب ما صفة او الصديق ده موجود فين? في شارع المدرسة? يبقى في شارع المدرسة دي شبه جملة على بعضها. تمام? نعت. يبقى شبه جملة في محل جر نعت. ليه في محل جر نعت? عشان على حرف جر وصديق اسم مجرور. اما نعود هنا اسم مجرور. يبقى لما يجي يطلب منه يقول يطلع نعت شبه جملة يبقى انا هدوع على كلمة نكرة وبص اشوف وراها جر ومجرور ولا لا. مثال على الظرف. رأيت طائرة فوق السحاب. رأيت طائرة فوق السحاب. هندور اول حاجة على كلمة ايه? ناكل ابرابو عليك. وفين الكلمة ناكلة هنا? كلمة طائرة ممتازين. طب فوق السحاب. قال لك هنا يا مستر فوق دي لوحدها. ده شبه جملة. ليه? عشان فوق هنا ظرف. طب عايزين نتأكد هي نعتة ولا لا? قبليها ناكلة ولا لا? اه طائرة ناكلة. طب فوق دي ظرف? اه يبقى توقع الله على طول. فوق هنا شبه جملة في محل اه محل ايه? بص على الاعراب اللي قبليه طائرة مفعول به منصوبة في محل نصد نعت. المسال اخير على نعت الشبه جملة. اطعمت عصفورا تحت الشجرة. اول حاجة بتضوع لا بتضوع على كلمة ايه? ناكلة. ما انت لسه اقلنا يا مثل الجمل واجباع الجمل بعد الناكرات صفة. لما نجي نضوع على كلمة ناكلة هنا هلاقي كلمة عصفورا. اطعمت عصفورا. هبص شوف جاي وراها ايه? لقيت تحت. تحت دي ظرف. تقل عليها ظرف? صح. مدام لقيت ولا الكلمة الناكرة دي ظرف. يبقى الظرف ده وانت مغمد عليك كده. شبه جملة في محل. في محل ايه? بص على الاعراب اللي قبليه هتلاقي اللي قبليها مفعول به منصوب. يبقى في محل نصد نعت. يبقى تحت الوحدة هيقوع حد يقول لي تحت الشجرة. الشجرة مضافئ ليه? تحت الوحدة. شبه جملة في محل نصد نعت. طب نخلص كده نخرج من الكلام ده بايه? نخرج من الكلام ده. ان الجمل واشبه الجمل بعد النكرات صفات. يعني هدوع على اسم نكرة. وبص هل وراه جر ومجرور? او وراه ظرف على طول ولا مغمد عناية كده. بقول نعت شبه جملة. وياخد اعراب اللي قبليه على طول. نيجي للنوع التالت والاخير وهو النعت الجملة. تمام? كده خلصنا النعت المفرد. وخلصنا النعت الشبه جملة. تعال نشوف النعت الجملة. ده بينقسم الى نوعين. اما جملة اسمية او جملة فعلية. فانا هقسمها لك. استخرج نعتا جملة اسمية وبين علامة اعرابي. تعال نشوف النعت الجملة اسمية ده بيجي ازاي. قالك النعت الجملة اسمية ليه شروط? الشروط زي بالضبط شروط شبه جملة باضافة شرط واحد اقولكو على دلوقت. لازم يكون النعت الجملة اسمية ده يكون قبلها نكرة. انت قلت لي الجمل واشباه الجمل بعد النكرات ايه? صفات. الشرط التاني تلاقي بعدها جملة اسمية اه طبعا ما لو اسمه نعته جملة اسمية ليه. مش محتاجة ايه? مش محتاجة تفكير ده يا نصر نعته جملة اسمية. يعني جاي ورا النكرة جملة اسمية. الشرط التالت لازم يبقى فيه ضمير رابط. اقولكو يعني ايه الكلام ده كله? يعود على المنعود. الشرط الرابع لازم يصف من عود. طب. عايز مثال عشان افهم وطبق الشروط اللي انت قلتلي عليها دي. فنعت عشان اعرف فنعت هنا نوعه ايه? اقرأ كده معي يا سيدي. هتلاقي ايه? رأيته شابا اخلاقه عظيمة. رأيته شابا اخلاقه عظيمة. اول حاجة من ضوء عليها من ضوء علي كلمة نكرة وغالبا بتلاقي منصوبة. فشابا دي كلمة نكرة. تمام? ابص وراها ايه? وراها وراها اخلاقه عظيمة. هل ينفع اول رأيته شابا عظيمة عظيمة? لا برضو مش هينفع يا مستر. وما لقول ايه? هي الجملة زي ما مكتوبة كده رأيته شابا اخلاقه عظيمة. تمام? انا كده لقيت نكرة. ابص ولقيت وراها جملة اسمية. هل كده ان طمنت ان هو نعته جملة اسمية? لا لسه بقيت الشروط. لابد من وجود رابط يصف من عود. بص كده على اخلاقه هتلاقي فيه ها في اخر الكلمة. صح ولا لقى اخلاقه هو. اه يا مستر فيه ها هو. فالهاق دي مربوطة بمين? او بتربط الجملة دي بمين بتربطها بكلمة شابا. من كلمة الهاق دي عرفت ان الشاب هو الاخلاقه عظيمة. تمام? مدام فيه ضمير رابط طب نشوف الشرط الرابع والاخير هل بيصف من عودة ولا لقى? اه طبعا لانا الشاب ده من صفته ما صفته ان هو اخلاقه ايه عظيمة. فين النعت هنا بقى? اخلاقه عظيمة على بعضها. جملة اسمية عشان ده جملة اسمية. فيه محل اشوف اعراب اللي قبليه اللي قبليه شابا مفعول بيه منصوب. يبقى جملة اسمية في محل نصد نعت. مثال تاني عشان اقرأ كده. استمعت الى عالم اليوم. كلامه منمك. يعني واحد كده بيطلع في التلفزيون يتكلم بكلام ايه? منمك كده لايق على بعضه كلام رئيسي كده افهم منه حاجة. اول قاعدة بضوع على كلمة ايه? ناكرة انت قلتنا نحفزتها خلاص. الجمل واشباع الجمل. بعد الناكرات صفة. طب نضوع فين الكلمة ناكرة في الجملة دي? هلاقي كلمة عالم. كلمة ناكرة. استمعت الى عالم اليوم. كلامه منمك. لما تيجي تبص كده هتلاقي ان هنا فيه فاصل بين كلامه منمك. وكلمة انت عالم ان انت قلتنا عليه. يعني هنا معنى ذلك ان ما جيوش ورا بعض. انا ما قلتش ان شرط يجي ورا النكرة يجي وراها على طول الجملة الاسمية او يشوفه جملة. لأ. ممكن تيجي ببقى فيه فاصل قبله. زي ما انت شايف قدامك كده. استمعت الى عالم. هل العالم هو اللي كلامه منمك ولا اليوم اللي كلامه منمك? لأ طبعا يا مستر. العالم هو اللي كلامه منمك بس. يعني شير يوم دي الماء في البسكت اللي جانبا الكلام. يبقى استمعت الى عالم كلامه منمك. عشان كلامه منمك بتصف كلام العالم. تمام? يبقى العالم ده من عبك عالم. تعان طبعا الشرط قبليه نكرة اه اه انا كلام عالم نكرة. طب بعدها جملة اسمية اه احنا قلنا اليوم دي هنلمية خلاص. كلامه منمك بجملة اسمية. طب فيه ضمير. اه في كلامه فيها في كلامه. في ضمير. طب. هل وصفت المنعود بالكلام ده كله? اه وصفت عالم اللي هو المنعود الموصوف. وصفت ان كلامه منمك. يبقى برابه عليك اتكاو على الله. كلامه منمك دي جملة اسمية في محل. هبص على اعراب عالم اللي قابليها اللي قابليها مش هجر بقى مش اليوم. كلمة عالم اللي هو المنعود بتاعنا. عالم هنا اسم مجرور. يبقى هنا جملة اسمية في محل جر ايه? نعم. تركز في المسال ده عشان نأخذ مثال هنا في تقديم وتأخير نأخذ مثال هذا المعلم له سيط معروف ركز جدا في الكلام هذا عندما تطبق القاعدة بتاعتنا هتلاقي هذا المعلم هتدور على كلمة نكرم الجملة هنا في تقديم وتأخير ايه بقى دي جديدة دي يا مستر الجملة دي اصلها ايه الجملة دي يا سيدي اصلها هذا المعلم معروف له سيط معروف له سيط معلش يعني هي بقى بتجيش كتير بس انا لازم اقول لك كل حاجة بتخص الدرس ان تلاقي الجملة فيها تقديم وتأخير طب اعرف ازاي ان في تقديم وتأخير دايما بتعرفه ان تلاقي حرف الجر جاي او الجر ومجرور جاي قبل يعني جاي في الاول او جاي في النص وجاي وراه كلم كتير جدا زي ما انت شاهد كلا هذا المعلم له سيط معروف تعرف على طول في له دي دي جر ومجرور بتعرف ان الجملة دي مش مزبوطة تمام اما ايه المزبوط قال لك المفروض الجملة دي هذا المعلم سيط له معروف او له سيط معروف تمام مفروض ايه اقول ايه فكلمة له سيط دي جملة اسمية في محل رفع ايه الثاني هذه مدينة لها منظر رائع لما تيجي تبص على كلمة مدينة هتلاقي ان هي نكرة هنا برضو في تقديم وتأخير المفروض الجملة دي ترتبها ايه هذه مدينة منظر رائع لها يعني كلمة لها دين المعفل الاخر خالص تمام فالخبر هنا لها ايه لها منظر دي جملة اسمية في محل رفع ايه مستر ده فيه جر ومجرور لا هنا مش جر ومجرور تمام المفروض ايه تبقى منظر لها احنا هرتبها بس هنكتبها له زي ما هي كده هنكتبها زي ما هو كتبها زي ما هو كتبها عني بس انا بقى فاهم وانا كتبها ان الجملة دي اصلها ايه منظر لها غالبا السؤال ده ما بيجيش طبام اللي عليمين ده هو اللي بيجي كتير لكن العشمال ده سعب بيجي بس انا ايه لازم اقول لك يعني بيجي بسيط جدا فلازم اقول لك كل حاجة عشان تكون كل المعلومات في زهنك طب اخر نوع من انواع النعت هو النعت الجملة الفعلية قالك يقول لك استخرج نعتا وبين نوع او استخرج نعت جملة فعلية وبين علامة اعراض تعال مع بعض كده نشوف يعني ايه نعت جملة فعلية معنى كلمة نعت جملة فعلية عن النعت بتاعنا بيكون من فعل وفاعل طب الجملة اللي احنا شبعنا منها الجمل واشبع الجمل بعد النكرات ايه صفات يا مستر خلاص انا حفظت طب ايه شروط نعت الجملة الفعلية هي هي شروط نعت الجملة اسم ايه قبل نكرة بعدها جملة فعلية لازم يكون فيه رابط ويصف من عود طبق الكلام ده عن نسان اعجبني طالب يجتهد فيه دروسي نضع على كلمة نكرة كلمة نكرة هنا فين هي طالب يا مستر نكرة هبص وراه فعله اه لا اه يجتهد طب هل في ضمين رابط اه في ضمين رابط فين ده يا مستر قال لك يجتهد هو مستطر هنا تقديره ايه هو قال لك هو ينفع يبقى مستطر اه ينفع عادي يجتهد هو تمام جملة لا يجتهد هناج يجي وابليها نكرة وجي وراها جملة فعلية يبقى اكتهد جملة فعلية في محل اشوف اقراب اللي قبل اعجبني طالب والطالب هنا فاعل يبا يكتهد جملة فعلية في محل رفع نعم عشان وصفة الطالب ان هو طالب بيكتهد يبا يكتهد جملة فعلية في محل رفع نعم مثال تاني لكل انسان ناجح هدف يسعى من اجلي هدوها على كلمة ناكرة بين الكلمة ناكرة هدف هدف هتبص اشوف وراها ايه وراها ايه يسعى من اجلي جملة فعلية يسعى طب يسعى دي فعل وقبلها ناكرة في رابط ولا لا او في رابط هنا يسعى هو دمين مرتدل هل بيصف منعوت او بيصف منعوت ان هو ايه راجل بيسعى انسان بيسعى بيشتغل وبيتعب بيتعب تمام فكلمة يسعى هنا جملة فعلية في محل هبص على اعراب كلمة هدف هدف مرفوع في محل رفع نعم مثال تالت ولاحظ التقديم والتأخير نظرت الى سفينة تغرق الجملة هنا مش مترتبة احنا اتفقنا خلاص المفروض الجملة دي اصلا ايه نظرته تمام انا تمام تغرق هنا المفروض الجملة اللي هي المفروض تبقى جملة ايه فعلية تمام نظرته ان سفينة تغرق فالمفروض تغرق هنا وصفت السفينة ان السفينة منها بتغرق تمام فدوها على كلمة نكر يا كلمة لنكرها كلمة سفينة السفينة منها بتغرق كلمة نكر guys?". جمل بعد الناكرات ايه؟ صفات سفينة نكرها تغرق كملة فعلية يبقى جملة فعلية في محل. كلمة سفينا هنا عرفها ايه? قال لك هنا اسم جرور يبقى جملة فعلية في محل جراج. نعم. مثال اخير. هذا عمل يعجبني. كلمة يعجبني ضوعة على كلمة نكرة. فين الكلمة نكرة في الجملة عظيم يا ميستر نكرة? هدوص جاي ورا في جملة ايه? قال لك جاي وراه جملة فعلية. يبقى هنا نكرة. هل في رابط delta? لا في رابط. اهي رابط يا ميستر موجود قدامه. هل وصف العمل العظيم ده وصف ان هو ايه بيعجبه يا مستر برافو عليك شاطر يبقى يعجبون هنا جملة فعلية في محل عمل عظيم هنا عظيم تعتبر آآ نعت نعت مفرد اتنين نعت يجي واربع ده عالي نعت مفرد مرفوع عشان عمل هنا خبر مرفوع عظيم نعت مفرد مرفوع يعجبني جملة فعلية في محل رفع ايه نعت خلي بالك من التلات نقط اللي اقول لك عليهم دور ودور اللي هاختم بيهم الدرس التالي لما اجا اقول لك اصبح العالم شهراته واسعة شهراته واسعة دي جملة اسمية في محل نص بخبر اصبح عارفت ازاي قال لك عشان العالم هنا شهراته واسعة تمام هنا اصبح هنا ايه واحد يقولني على كلمة شهراته واسعة ان هي نعت لأ هنا مش نعت جملة عادية خالص اصبح العالم اول حاجة اللي العالم هنا معرفة ومش نعت فخلي بالك ما تخلطش بين اللي هو الجملة اسمية او كان او اخواتها وبين يعني الشيف هو جملة او الجملة اسمية بتاع اي خبر وبين اه وبين اه النعت فاصبح العالم شهراته واسعة شهراته واسعة جملة اسمية في محل نص بخبر اصبح عادي جدا. الملاحظة رقم اتنين اللي لازم تخلي بالك منها المثال ده. رأيت فتاة فتاة اخلاقوها عظيمة. اخلاقوها عظيمة هنا ايه? اخلاقوها عظيمة انا عارف دي. دي جملة اسمية في محل نص بنعف. عرفت ازاي دورت على كلمة ناكلة اللي هي كلمة فتاة. اخلاقوها عظيمة جملة اسمية بقول جملة اسمية في محل نص بنعف. المشكلة بقى ان انا ما قلتش علي ان اخلاقوه دي تعرض مبتدع مرفوع بالضم عادي جدا. وعظيمة هنا خبر مرفوع بالضم. الملاحظة رقم تلاتة والاخيرة. هذه مدينة لها منظر رائع تعرف ان هنا فيه تقديم وتأخير المفوض الجملة دي تبقى ايه? آآ زهي مدينة منظر رائع لها يعني ترمي الجر ومجروف في الاخر. وده اللي احنا اشتغلنا عليها في الامثلة اللي فاتح. دي ما بيجيش كتير بس قلت ان انا ايه? هقولها لكم. يبقى ملخص الدرس ده ان الجمل واشباه الجمل بعد النكرات صفات. يبقى ده في حالة الخبر الشيكو جمل او جملة اسمية او جملة الفعلية. ناكرة زائد ناكرة معرفة زائد معرفة في حالة الخبر لما يكون مفهد. دي قناة هكاون نحو. وانا مصر عبدالرازي الشاعر. اتمنى ان اكون شرحت الدرس. آآ وصلك المعلومة اللي فيه تحت الفيديو هتلاقي فيه آآ انتحان عشان تطبع على الدرس ده. كان معكم مصر عبدالرازي تنساش اللايك والشير. تابسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.